يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفوني على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائل المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر حلقة الجمعة 7 يوليو صباح الفل عليك يا مصطفى صباح الفل عليك يا فاسانتو صباح الفل على حضراتكم كلكم وإحنا في صباح الخير يا مصر زي ما حضراتكم عارفين واخدين عهد على نفسنا إن إحنا ننور الطريق إننا نوري الناس كل الحاجات الحلوة ونشاور على كل واحد متميز علشان كده يعني إحنا النهاردة حيكون معنا فقرات مختلفة شوي الفقرات دي حتكون مخصصة عن علماء مصر في الداخل وفي الخال حنشوف نماذج ملهمة لعلماء وبحثين وأساتذة جمعيين قدروا إنهم يحققوا مراكز متقدمة جدا وقدروا إنهم ينشروا أبحاث وابتكارات في مجالات علمية مختلفة وكلهم بالمناسبة مصريين حقيقة يعني في الحقيقة ده دور يمكن الإعلام يا مصطفى إن إحنا دايما نشيد الدوق على أولادنا في كل مكان في العالم من اللي عندهم كفاءات مختلفة سواء ده كترة أو غيره أو غيره عشان إحنا عندنا في كل أنحاء العالم مصريين محققين نجاح الحقيقة إنت لو دورت عن الكفاءات والباحثين والعلماء المصريين هتلاقي إن عندنا علماء في مختلف فروع العلوم سواء النظرية أو العملية كمان التطبيقية هتلاقي عندنا أعظم اللغويين والمترجمين وأكفاء الأطباء يعني عندنا أسامي كبيرة جداً نحن عارفين طبعاً الدكتور مجد يعقوب اللي مشرفنا في كل حتة عندنا مهدسين كبار جداً عندنا باحثين ومطورين في العلوم الحديثة زي الزكاء الاصطناعي وعلوم البانات وحلو إن إحنا في الإعلام عمتاً نشيد الضوء على العديد من العلماء وتاني نرجع زويل مرة تانية راحل زويل مرة تانية عشان عندنا فعلاً عقول تستحق إشادة الضوء عليها وإنت بتقولي للأطباء وبتقولي المهندسين طبعاً افتكرت المهندس هاني عازر المصري العظيم اللي يعني صمم عدد كبير جداً من الأنفاء في ألمانيا والدولة المصرية يعني قدرت إن هي تستعين به في عدد كبير من المشروعات وفي التخطيط اللي احنا شفناه لمصر الحديثة أو لخطة مصر 2030 إن صح التعبير نقدر نقول إن مصر بتمتلك ذخيرة من العلماء والبحثين والأساتذة الجامعين في مختلف المجالات والمراكز البحثية عندنا عدد كبير جداً من المتميزين اللي بيشاركوا في مؤتمرات علمية دولية وبينشروا أبحاثهم في دوريات أكاديمية مرموقة عالمية وكمان بيتم دعوتهم للتدريس كأساتذة زائرين بأرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية عشان كده إحنا النهاردة في حلقتنا هيكون معانا دكتور رشادي يونس وهو عالم مصري في جامعة ستانفورد البحثية في الولايات المتحدة واللي قدر أنه توصل مع فريق بحثي لمسببات مرض رومتويد وكمان هيكون معانا فقرة نستضيف فيها دكتور شريف زين العابدين أستاذ بمركز أو المركز القومي للبحوث بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية ودكتور هينج جمل اللي حصل على الدكتوراه بعد سن السبعين وكمان دكتور علاء بركات أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة بلين وهيتكلم عن تحقيق حلمه بإنشاء أول مدرسة تكنولوجية أو للتكنولوجيا الحيوية وحصول تسعة من طلابها على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الحقيقة إحنا زي ما قلنا لحضراتكم الحب نحن دايما نشيد الدقب على هؤلاء الباحثين والأطباء وأي حد عامل إنجاز لأنه ده دورنا النهاردة وإحنا النهاردة في مصر عندنا يمكن العديد والعديد من الأسماء المرموقة في جميع أنحاء العالم اللي محققين نجاحات كبيرة ويمكن ما بيتفوتش حلقة من غير ما بنستضيف عبر الزوم حد موجود في إحدى البلاد محقق نجاح كبير فيه يعني فيه أخبار كتيرة كل يوم بتطلع عن مصري حقق نجاح مش عارفة لسه مبارحة أريا أنه فيه أول قاضي مصري في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة ففيه كثير من والعديد من المصريين محققين نجاحات على مستويات مختلفة أنا عايز أقولك كمان أن يعني صباح الخير يا مصر وإن كان فعلا خد على نفسه عهد أنه هو فعلا ينور الطريق ويبقى دايما يعني نموذج للإعلام الإيجابي وأنه دايما زي ما أنت قلت كده يعمل كده فأنا برضه أنا عندي اعتقاد أن هما دول النجوم الحقيقيين يعني إحنا بنقول النجوم 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 هما دول النجوم الحقيقيين اللي إحنا مفروض نسلط الدوع اليوم طبعا عندنا نجوم في مجال السنمة وعندنا نجوم في مجال الرياضة ولكن النجم الحقيقي اللي مفروض نرفع عليه القبعة ونقوله شكرا أنك مصري ونقوله شكرا أن أنت تعبت ونقوله شكرا أنك اكتهت هو ده النجم الحقيقي اللي إحنا في صباح الخير يا مصر معتقدين أنه هو النموذج الملهم اللي في النهاية هو اللي يعني بيحمل اسم مصر وبيحمل كل الأمال والحاجات اللي جوانا واللي خرجها طبعا في أبحاثه أو في اجتهاده في الجماعات الأوروبية والأمريكية تابعونا النهاردة الغيط ساعة العشرة صباحا معنا فقرات مهمة جدا وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر بنصباح لحضراتنا